السلام عليكم ورحمة الله اهلا بيكم حل مشكلة تم ايقاف التطبيق المشكلة دي بتظهر لك على اي تطبيق على الهاتف مش شرط تطبيق معين وحل المشكلة دي عدد من الخطوات عدد من الطرق بتحل بيها المشكلة هتنفع معاك واحدة منهم بنروح لتطبيق اللي فيه المشكلة بنضغط عليه ضغطة طويلة وبنروح لعلامة اي او معلومات البرنامج وبننزل ليه الاسفل عند مكان التخزين بنروح لمسح البيانات نغلق الهاتف وبنعيد تشغيله نغلق الهاتف ونعيد تشغيله مرة تانية وبإذن الله المشكلة بتتحل معاك طبعا لازم تكون متأكد انك محدث التطبيق لاخر تحديث تدخل على متجر جوجل بلاي وبتحدث التطبيق لاخر تحديث وبإذن الله من خلال الخطوة الاولى دي المشكلة بتنتهي معاك لو المشكلة استمرت بنروح للطريقة التانية بنروح لإعدادات الهاتف في خانة البحث العلوية بنكتب اللغة اللغة نضغط على اللغة وهنا بيكون عندك اول اختيار لو اللغة عندك العربية بتختار اللغة الانجليزية بتغير لغة الهاتف وبإذن الله المشكلة بتتحل معاك لو المشكلة استمرت بنروح لإعدادات الهاتف وبعدين بنروح للإدارة العامة وهنا بنروح لإعادة الضبط وبناخد أول اختيار إعادة ضبط كل الإعدادات ما تخافش الطريقة دي مش بتحزف أي بيانات هي فقط بتعيد إعدادات الهاتف للحالة اللي كان عليها لما انت اشتريته طبعا احنا ملناش علاقة بإعادة تعيين بيانات المصنع اللي هو آخر اختيار لإن ده بيحزف كل البيانات احنا فقط بناخد إعادة ضبط الإعدادات أو الاختيار وبنضغط على إعادة الضبط وبتكتب كلمة المرور الخاصة بالهاتف لو انت عامل كلمة مرور والهاتف بيعيد تشغيل نفسه وبإذن الله المشكلة بتتحل معاك يارب يكون الشرح أفضل